اشتركوا في القناة الفصل التاسع من العدد واحد للعدد سبعة وهي عبارة عن صلاة نطلب فيها ان الرب ينعم علينا بهذه الحكمة يملى قلبنا لان رأس الحكمة هي مخافة الرب بيصلي ونصلي معه مع كاتب هذه الكلمات يا اله ابائي برب الحكمة وخالق كل شيء بكلمة منك يا من اوجد الانسان بحكمته وجعله يسود على الخلائق التي صنعها ويحكم العالم بالعدل والحق ويقضي بين الناس باستقامة القلب هبني الحكمة الجالسة على عرشك ولا تحرمني ان اكون من ابنائك فانا عبدك وابن آمتك انسان ضعيف قصير العمر في هذه الدنيا وقاصر عن فهم احكامك وشرائعك وكيف لا يكون الامر كذلك والانسان لو بلغ حد الكمال لا يحسب شيئا ما لم تكن معه الحكمة التي منك ومع ذلك اخترتني لشعبك ملكا ولبنيك وبناتك قاضيا امرتني ان ابني لك هيكلا على جبلك المقدس ومزبحا في مدينة سكناك على مثال المسكن المقدس الذي هيأته منذ البدء هذه الحكمة وهذا الطلب يا رب انعم به علينا واجعل كلمتك تعمل فينا زي ما عملت في ابائنا وفي الانبياء وقدروا يميزوا بين الخير والشر بيقول بصفر يشوع بن سراخ الفصل 11 الخير والشر يأتيان من الرب وكذلك الحياة والموت والفقر والغنى عطية الرب تدوم للأدقياء ورضاه يقودهم الى النجاح حتى احنا لما ننظر انه في خير وفي شر في حياة وفي موت في غنى وفي فقر بدنا ننظر ان الرب هو الغاني الرب هو المعط الحياة ننظر لكلمته اللي بتعطينا قوة على احتمال المشقات حتى القيود لانها كلمة حرة لا تقيد هي البشارة وهي البشرة التي اعلنها واقاصي في سبيلها الالام اتحمل في جسدي كل الاوجاع وكل الاشواك وكل المشقات عشان انه بكلمة الله هي تعطيني هذه القوة للاحتمال لذلك احتمل كل شيء لاجل ان تصل هذه الكلمة لجميع الناس حتى هؤلاء الناس اللي ما سمعوش يسمعوا ويشوفوا انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بايمانهم هؤلاء الناس اللي بي انا بغناية من كلمة الله وبتغذتي بكلمة الله وبطلب الحكمة من الله ان يهبني ان ابني له هذا البيت المقدس والبيت المقدس الذي اريد ان ابنيه لله هو ان اكون سبب خلاص للاخرين ويكتمل خلاصهم في يسوع المسيح له المجد الابدي وكلمته الصالحة في كل زمان وكل مكان سابتة الى ابد الابدين وللهنا المجد الى الابد امين والله معكم اشتركوا في القناة